أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس الخامس والأخير من مجالس تفسير سورة إبراهيم عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى يا ربنا وهذا من بقية دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن قال ابن جرير يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن أي أنت تعلم قصدي في دعاي وما أردت بدعاء لأهل هذا البلد وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر وإبراهيم من عباد الله الشاكرين فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء أي أنه ليستجيب لمن دعاه وقد استجاب لي فيما سألته من الولد ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة تكرر أيها الأخوة في هذه السورة إقامة الصلاة وذلك لأهميتها في حياة المر رب اجعلني مقيم الصلاة أي محافظاً عليها مقيماً لحدودها وصلاة إبراهيم عليه السلام تختلف عن صلاتنا ومن ذريتي أي واجعل من ذريتي من هو مقيم للصلاة ولذا قال ابن كثير ينبغي لكل داعٍ أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته ربنا وتقبل دعاء أي فيما سألتك فيه كل ثم قال ربنا اغفر لي ولوالدي وهناك قراءة ولوالدي بالإفراد طيب ما الجمع بين هذا يا أخواني وبين نهي إبراهيم عن استغفاره لوالده نقول كان هذا الدعاء قبل أن يتبين أنه عدو لله وإلا إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن والده عدو لله تبرأ منه فدعاؤه هنا لوالده أو لوالديه قبل أن يتبين له كفر والده وأنه من إعداء الله تبارك وتعالى ثم قال وللمؤمنين أي كلهم يوم يقوم الحساب أي يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون قال ابن عطية رحمه الله هذه الآية بجملتها فيها وعيدٌ للظالمين وتسليةٌ للمظلومين لأن الله سبحانه وتعالى يقرر في هذه الآية أن تماد الظالم في ظلمه ليس غفلةً من الله تبارك وتعالى إنما يؤخرهم ويمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة ليومٍ تشخص فيه الأبصار ليش تشخص من فيه الأبصار؟ من شدة الأهوال وهو يوم القيامة ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئًا من أحوال هؤلاء الظالمين في يوم القيامة وكيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر فقال مهطعين ماذا معنى مهطعين؟ يعني مسرعين كما قال سبحانه وتعالى مهطعين إلى الدع وكما قال يوم يخرجون من الأجداف سراعا وهذا من تفسير القرآن بالقرآن يا أخواني يحرص المرء دائما إذا كان هناك آية تفسر آية يحرص الإنسان أن يذكرها فإن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى درجات أنواع التفسير كما تقدم تقرير ذلك في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقنعي يعني مهطعين مسرعين مقنعي رؤوسهم يعني رافعي رؤوسهم طيب هل لمهطعين معنى آخر غير الإسراع؟ قال بعض المفسرين أن معنى مهطعين أي مديم النظر ولا تعارض بين القولين فإنه لا مانع من حمله على الإسراع مع عدامة نظره يدل على ذلك قول الله عزيزي اليوم ليومٍ تشخص فيه الأبصار مهطعين أي مديم النظر مسرعين مقنعي رؤوسهم يعني رافع رؤوسهم لا يرتدُّ إليهم طرفهم يعني أن أبصارهم طائرة شاخصة يُديمون النظر لا يطرفون لحظة واحدة من هول أو من شدة ما فيهم من الهول والمخافة لما يحل بهم وقال بعضهم هواء أي خراب لا تعي شيئا قال ابن العطية رحمه الله وأفئدتهم هواء تشبيه محر لأنها ليست بهواء حقيقة وجهة التشبيه يُحتمل أن تكون من فراغ الأفئدة من الخير يُحتمل أن تكون من فراغ الأفئدة من الخير والرجاء والطمع في الرحمة فهي منخرِقة مشبِهة تُشبِه الهواء في تفرُّغه من الأشياء وانخراطه قال ويُحتمل أن يكون الاحتمال الثاني أن تكون في اضطراب لأفئدتهم يعني يُحتمل أن تكون من اضطراب أفئدتهم وجيشانها في صدرهم تجيء وتذهب وتبلُغ على ما رُوِي حناجرهم فهم في ذلك كالهواء الذي هو أبداً في اضطراب خلاصة هذا الكلام يقول ابن عطية أن تشبيه الأفئدة بالهواء ليس معنى أن قلوبهم داخلها هوا حقيقة وإنما هو تشبيه من الوجل والاضطراب والخوف من هول ما هم فيه وهذا وعيد شديد يا أخواني لو تأمَّلها الظالم ما ظلم تأمَّلوا معي قال الله عز وجل ولا تحسَبَنَّ الله غافِلًا عما يعمل الظالمون إنما يُؤخِّرهم ليومٍ تشخَصُ فيه الأبصار مُهطِعين مُقنِع رؤوسهم لا يرتَدُّ إليهم طرفُهم وأفئِدَتُهم هواء وأنذِر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا يقول أنذِرهم يا محمد أنذِر هؤلاء حينما يحِلَّ بهم العذاب ما كانوا يخشَون فيقول الذين ظلموا ربَّنا أخِّرنا إلى أجلٍ قريب وهذا يقولونه إما عند معاينة العذاب أو عند معاينة الموت كما قال الله عز وجل في آيةٍ أُخرى ربَّنا أخِّرنا إلى أجلٍ قريبٍ نُجِب دعوتك ونتَّبِع الرُّسُل فطلبُهم للتأخير الإستجابة فما عذر يا أخواني الحي الذي يقرأ هذه الآيات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربِّ ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا أي لا يمكن أن ترجع إنَّها أي يرجعون كلمةٌ هو قائلُها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يبعثون وفي آيةٍ أُخرى وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فيقول ربِّ لو لا أخرتني إلى آجلٍ قريب فأصدَّق وأكم من الصالحين وفي المحشر وَلَوْ تَرَئِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُقِنُونَ وقولهم وَلَوْ تَرَئِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّار فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَفِ النَّار وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا أي في النار وَرَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلَ صَالِحًا عَنْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فسبحان الله هذه الآيات يا أخواني أمامنا تُبَيِّن أن الكافر والظالم يسأل الله عز وجل العودة والتأخير حال معاينة الموت وحال نزول العذاب وفي المحشر وعند دخوله النار إنها والله موعظة لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد حيظة إذا كان يا أخواني هذا مصير النار مصير أهل النار مصير الكافرين مصير الضامري أخبر الله والصادق في كلامه سبحانه أنهم يتمنون العودة والرجوع ليش ليتمتعوا يقول يزدادوا انتمتع لأنه بقي من أموالنا ما لم نتمتع به لا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا فقط ليصلحوا أحواله أين أنتم وقت إرسال الرسل وإنزال الكتب وقت المهلة نسأل الله حسن الختام فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فرد الله عز وجل عليهم بقوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال قال مجاهد عند تفسير هذه الآية هو قسموا قريش أنهم لا يبعثون قد أقسموا أنهم لا يبعثون فلماذا يا قريش كنتم تقسمون أنكم لا تبعثون وحينما بُعثتم تريدون العودة والرجوع للعمل الصالح أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا بذاك ما لكم من زوال قال مجاهد ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة أين هذا القسم يا أخواني قلنا دائما تفسير القرآن بالقرآن مذكور في قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل وأقسموا بالله جهدا أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدًا عليه حقا هذا القسم هو المذكور هنا أو لم تكونوا أقسمتم من قبل هو قولهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا أي سيبعث وعدًا عليه حقا ثم قال الله سبحانه وتعالى مُوبِّخًا لهم أي أنكم وصلتم إلى هذه الحال وقد سبقكم في ذلك أقوام فإن الأرض التي لكم لم تبدأوها أنتم فإنها قد سُكِنت قبلكم وتعلمون ما حلَّ بالظالمين فقال الله عز وجل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يعني أنتم سكنتم في نفس المساكن في أقوام سبقوكم ظلموا كظلمكم وأخذوا بأعمالهم وأهلكوا فلما لا تتعظون لما لم تتعظوا وتتمنوا العودة إلا بعد أن بعثتم أين أنتم وقت المهلة وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أي والله في هذه السورة ألم يقل الله عز وجل ألم يأتي من أبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم يعني أنه قد بُيِّنت لكم جميع السُبُل قد بُيِّن لكم مصير الكافرين الظالمين قد وعِظتم بآخرين بل سكنتم وعِشتم فوق أرضٍ سكنها أناسٌ قبلكم حالُهم أنهم ظلموا فأُخِذُوا أي قد رأيتم وبلغكم ما أحلَلنا بالأمم المُكذِّبة قبلكم ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر معتبر ولم يكن فيما أوقعنا بهم مُزدَجَرٌ لكم ثم قال الله سبحانه وتعالى وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ يعني أنَّ صَنِيعَهُمْ مِنْ قَبِيلِ الْمَكْرِ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ وفي معنى وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ قَوْلَانْ أَوْ وَجْهَانْ أي ما كان مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ أي وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ أي ما كان مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ ووجه ابن جارير بقوله بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم ويشبه هذا قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يعني لا تتكبر إنك لن تخرق الأرض أيها المتكبر يعني دائما المتكبر ما رأينا متكبرا خانعا رأسه وإنما إيش يمشي مشية الطاوس ولا لا فيقول الله عز وجل إنك لن تخرق الأرض بكبرك ولن تبلغ الجبال طولا مهما بلغ كبرك لن تكون طول هذا الجبل العظيم فمثل هذا أنكم مهما مكرتم إن مكركم لا تزول منه ولا تضر حتى الجبال فما بالكم بخالق الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه هذا هو القول الأول في معنى هذه الآية القول الثاني في تفسيرها التعظيم والتشنيع في مكرهم وهذا هو رأي عباس حيث قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يقول شركهم أي من شدة شركهم تزول منه الجبال من عظم كفرهم بالله عز وجل الجبال لا تتحمل هذا الكفر كقول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى إيش؟ أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا إذن الخلاصة يا أخواني أن قول الله عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا يضرها ذلك ويشبه قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا القول الثاني في تفسيرها التشنيع من عظم الشرك الذي هم فيه أي أن من عظم شركهم تكاد الجبال الراسيات العظيمة هذه تزول ويشهد له قول الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن أي أشركوا بالله أيهما صح يا أخواني الآية تحتمل كلا القولين الآية تحتمل كلا القولين فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ يقول الله سبحانه وتعالى مُقَرِّرًا لِوَعْدِهِ ومُؤكِّدًا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه ذو عزة لا يمتنِع عليه شيء أراده سبحانه وذو انتقام ممن كفر به وجحت فقال إن الله عزيز ذو انتقام يُمهِل للظالم فإذا أخذه لم يُفلِت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليمٌ شديد سبحانه وتعالى متى يوم تُبَدَّلُ الأرض غير الأرض والسموات أين يكون هذا الوعد أين يتحقق هذا الوعد يوم تُبَدَّلُ الأرض غير الأرض كيف تُبَدَّل متى تُبَدَّل يوم القيامة أي أن هذا الوعد حاصلٌ يوم تُبَدَّلُ الأرض فتكون على غير الصفة المألوفة المعروفة فقد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحشَرُ الناس يُحشَرُ الناس يوم القيامة على أرضٍ بيضاء عفراء ليس فيها معلمٌ لأحد وروا الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت أنا أولُ الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تُبَدَّلُ الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار قالت قلت أين الناس يومئذٍ يا رسول الله إذا بُدَّلت الأرض غير الأرض قال على الصراط إذن وعدُ الله سيكون وسيتحقَّق بها أولاء الظلم فلا تحسب أن الله مُخلِف وعده رسله إن الله عزيزٌ ذُو انتقام حينما يُحشُرُهم يوم القيامة وتُبَدَّلُ الأرض ولا يُنادى لأحدٍ بالمُلك في ذلك اليوم إلا لله تبارك وتعالى لمن المُلك اليوم لله الواحد القهار وجاء في الحديث الصحيح أن يهوديًّا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث ثوبان كنت قائمًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبرٌ من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد قال فدفعته دفعةً كاد يُصرع منها فقال لِمَ تدفعُ لي فقلتُ ألا تقول يا رسول الله؟ يعني يرى أنه أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي يعني أنه لا يعتقد أنه رسول الله إنما ندعوه باسمه الذي سمَّاه به آله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسمي محمد وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم الذي سمَّاني به أهلي فلم يُعنَّ في اليهودي وهو السلطان في ذلك الوقت فقال اليهودي جئتُ أسألك أسألك فقال رسول الله ما ينفعُك شيءٌ حدَّثتُك؟ يعني أنت تسألني سؤال الباحث عن الحقيقة المُنتفع بالجواب أم سؤال إيش؟ المتعنت قال أسمعُ بأذني ما أجاب حاد لم يقل نعم أنتفع ولا لا أنتفع قال أسمع بأذني أي سأسمعُ وأحكم فيما بعد فنكت رسول الله سلم بعودٍ معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تُبدَّل الأرض وغير الأرض والسماوات أين يكون الناس اليهودي يريد أن يعلم هل النبي رسول الله سلم يوحى إليه أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أولُ الناس إجازة من الذي يجوزون قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تُحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم في أثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تُسمَّى سلسبيلا قال صدقت وكان ذلك مما يوحى إليهم في كتبهم ثم سأله عن بقية الأسئلة فقال له وإنك لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علمٌ بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به وفي حديث الصور المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم أنه قال تُبدَّلُ الأرض غير الأرض والسماوات فيبسُطُها ويمُدُّها مدَّ الأديم لا ترى فيها عِوَجًا ولا أمتَاء ثم يزجُر الله عز وجل الخلق زجرة فإذا هم في هذه المُبدَّلة أي في الأرض الجديدة التي بدَّلَها الله سبحانه وتعالى وَبَرَزُوا لِلَّهِ أي خرجَتِ الخلائق جميعَها من قبورهم لله الواحد القهَّار أي الذي قهر كل شيءٍ وغلبَه ودانَت له الرِّقاب وخضَعت له الألباب في ذلك اليوم يا أخواني يتحقَّق وعدُ الله عز وجل بالضالبين وإن أمهلهم في الدنيا وإن تركهم يظلمون ولذلك نرى يا أخواني في بعض البلاد مما نشاهده دماءٌ تسيل ونرى إمهال الله عز وجل للظالمين والله سبحانه وتعالى عزيزٌ ذُنْتِقَام ثم قال سبحانه وتعالى وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ أي وَتَرَى يَا مُحَمَّدِ حينما تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ والسَّمَاوات وتَبْرُزُ الْخَلَائِقِ تَرَى الْمُجْرِمِينَ وَهُمُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا بِكُفْرِهِمْ وَفَسَادِهِمْ مُقَرَّنِينَ يعني بعضهم إلى بعض كلُّ صِنفٍ إلى صِنف كلُّ صِنفٍ إلى صِنف يجمعون مُقَرَّنين مُقَرَّنين أي مجموعين في قرنٍ واحد كما قال سبحانه وتعالى في آيةٌ أخرى أُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ لَيْسَ زَوْجَاتُهُمْ وَإِنَّمَا وَمَنْ شَابَهَهُمْ فِي الظُّلْمٍ فكلُّ ظَالِمٍ يُقْرَنُوا فِي ظَالِمٍ مِثْلِهِ يُشَارِكُهُ فِي ظُلْمِهِ وَفَسَادَهِ وقال سبحانه وتعالى وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ أي طُرِنَا بَعْضُهَا بَعْضُ المُؤْمِنُونَ لِوَحْدِهِمْ وَالْكَافِرُونَ لِوَحْدِهِمْ وفي آيةٌه وَإِذَا أُلْقُوا مَنْهَ مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ أي مقرُون بعضهم دعوا هناك ثبوراً وقال في آيةٌ أخرى والشياطين كل بناءٍ وغواصُ والشياطين كل بناءٍ وغواصُ آخرين مُقَرَّنينَ في الأصفات أي مُقَرَّنينَ في القيوت إذن مُقَرَّنينَ في الأصفات معناها مُقَرَّنينَ في القيوت قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وهو المشهورُ لُغَةً طيب هؤلاء ما حالهم؟ قال سرابيلُهم أي ثيابُهم التي يلبسونَ عليها من قطران هذا يا أخواني حال آخر من أحوال النار أنتُم تعلمون أنه في آيات في المجالس السابقة بيَّن الله عز وجل أيش؟ أحوال النار وشرابهم ولا لا؟ هنا الآن يُبَيِّن لك ثيابُه يُبَيِّن لك ثيابُه وفي آياتٍ أخرى بيَّن لك حالُ جُلودِه حينما تحترق إذن الله عز وجل قد بيَّن البيان المُبين لأحوال أهل النار لمن أراد أن يتَّقِي النار قال سرابيلُهم أي ثيابُهم التي يلبسونَها من قطران القطران هو الذي تُطلى به الإبل وهو ألصق شيءٍ بالنار قال ابن عباس القطران هو النُحاس المُذاب أسأل الله العافية وكان ابن عباسٍ يقرأُها سرابيلُهم من قطرٍ آن أي من نُحاسٍ حارٍ قد انتهى حرُّ طيب سرابيلُهم من قطران ثيابُهم من نار من نُحاسٍ مُذاب يكفي لا فإن عادةً أن الثيابَ لا تُلبس على الوجوه فهي من المسكوت عنها بمعنى هل الوجوه الآن لا تُعذَّب إذا كانت سرابيلُهم من قطران إذا كان يلبس ثوب النار فمعنى أنه يلبس في ثوبه ولا لا لكن وجهُه مكشوف حتى لا يتصوَّر الكافر أن وجهه سيسلم إذا لبس ثياب النار قال وتغشى وجوههم النار أي النار من كل مكان من داخل جوفه نسأل الله العافية مهيابه تلفح وجهه يعني لا تتصوَّر أنك إذا لبست ثوب من نار أن وجهك سالِمًا أبداً وإن كان لن يسلم وإن لم تأتيه النار إذا كان يا أخواني أبو طالب دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يُخفَّف عنه العذاب فَأُلْبِسَهُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارِ نَعْلِين يَاغْلِي مِنْهُمَ دِمَاغُه صلى الله عليه وسلم بِنَعْلَيْن مِنْ نَارِ فَمَا بَالُكْ بِمَنْ النار محيطة به من كل جانب صلى الله عليه العافية يلبسُ النار ويشربُ النار وتغشى وجهه النار ويأتيه الموتُ من كل مكان وما هو بميِّد ومن ورائه عذابٌ غليظ أي أن العذاب يتجدَّد ويشتد يوماً بعد يوم صلى الله عليه العافية نسأل الله العافية والسلام نسأل الله أن يُعيذَنا من النار نسأل الله أن يُعيذَنا من النار نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يُعيذَنا من النار لماذا كلُّ هذا يا رب؟ الجواب ليجزي الله كل نفس ما كسبت يلبسُ القطران يلبسُ النار وتغشى وجهه النار كما قال في آيةٍ أخرى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالِحون لماذا؟ ويشربُ النار؟ ليجزي الله كل نفسٍ ما كسابت والله سبحانه وتعالى لا يظلمُ أحداً لا يظلمُ أحداً يعني أن كل هذا بسبب صنيعك أيها العبد فاتَّق النار الله يذكرُ لنا هذه لماذا؟ أعطانا السمع والبصر لنرى حالَ لا أهل النار فنتقيه إن الله سريعُ الحساب كقول الله عز وجل اقتربَ للنسي حسابهم وهم في غفلةٍ معرضون وهو سبحانه وتعالى سريعُ الحساب أي سريعُ النجاز لأنه يعلمُ كل شيء ولا يخفى عليه خافية وأن جميع الخلق بالنسبة لهم سبحانه وتعالى كالواحد منهم كما قال سبحانه ما خلقُكم ولا بعثُكم إلا كنفسٍ واحدة ثم قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه السورة عند تقرير هذه الحقائق وبيانها هذا بلاغٌ للناس أي هذا القرآن وما فيه من النذر وما فيه من الآيات الدالة على النعيم المقيم والعذاب الأليم هذا القرآن بلاغٌ للناس كما قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ أي هو بلاغٌ لجميع الخلق من إنسٍ وجن كما قال في أول السورة وهناك مناسبةٌ لطيفةٌ بين أولها وآخرها أول السورة قال الله تبارك وتعالى أَلِفْ لَامْرَى كِتَابٌ أيش أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال في آخرها هذا بلاغٌ للناس وليُنذَرُوا به ففاتحة السورة وخاتمتها كلُّها تُبَيِّنُ أن القرآن إنما أنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور لبيان سبيل الحق والنهي عن سبيل المجرمين وليُنذَرُوا به أي يتَّعِظُوا به وليَعْلَمُوا ليَعْلَمُوا وأنتم يا كفار قريش أول من يعلم يا من جعلتم ثلاثمائة وستين صنم حول كاب أنما هو إلهٌ واحد فقط هو الذي يستحق العبادة هو الذي يستحق أن تُصرف له العبادة لكن هذه النُّذُر وهذا القرآن إنما يتذكَّرُ به ذوي العقوب السليمة السالمة من الشُبهات والشَّهوات وليذَّكَّر أولو الألباب أي العقوب السليمة نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماءه الحُسنى وصفاته العُلا أن يَغْفِرَ لَنَا زَلَلَنَا وَخَطَايَنَا وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر